وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس بأن لبنان سيدفع الثمناء في حال حاول حزب الله تعطيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية ومحاولة الحق الدرر بمنصة كاريش أضاف جانس في خطاب له في مؤتمر هيرتسيليا أن تل أبيب مستعدة للتواصل لاتفاق ترسيم الحدود لكن إذا أراد نصر الله تعطيله المس بالمفاوضات فلبنان سيدفع الثمناء حسب تعبيره من جهته قو بدوره قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يا الحلاتة أن تل أبيب تعمل بجدية للتواصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع بيروت بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر لبنان يقول إن عواقب وخيمة بانتظاره إذا نسب حزب الله محادثات ترسيم الحدود البحرية أعتقد أنه في نهاية الأمر ستكون هناك منصتين في البحر المتوسط الأولى في الجانب الإسرائيلي والأخرى في الجانب اللبناني ونحن مستعدون للتواصل إلى اتفاق ونعمل بالوساطة الأمريكية إذا أراد نصر الله تعطيل مفاوضات ترسيم الحدود لبنان سيدفع الثمن يصعد جانس فهاجس وصول المحادثات التي يقودها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى طريق مزدود يقلق إسرائيل تريد استخراج الغاز من حقل كارش في أقرب وقت فالحاجة ملحة إليه أوروبيا على وجه الخصوص إسرائيل معنية بالاستقرار في لبنان ومعنية بإضعاف حزب الله وعليه نعمل بجدية للتقدم في المفاوضات على الحدود البحرية نأمل من القيادة اللبنانية أن تعمل هي أيضا للوصول إلى الاتفاق وأن لا تسمح لحزب الله بزيادة عدم الاستقرار لا يتعلق الهدف إذن بمصادر الطاقة فقط بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بل بإضعاف حزب الله أيضا هذه التصريحات لها دلالاتها من حيث التوقيت إنه شهر سبتمبر يرتبط بتهديد أطلقه أمين عام حزب الله حسن نصر الله حذر من نشوب حرب في حال بدء إسرائيل استخراج النفط والغاز من حقل كارش في هذا الشهر وقبل أن يأخذ لبنان حقه التصريحات الإسرائيلية تتزامن كذلك مع دخول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مراحل متقدمة بحسب الرئيس اللبناني ميشيل عون يقول إن تمت تفاصيل تقنية قيد البحث إلا أن الشياطين كما يقال تكمن بين ثنايا التفاصيل لذلك قد تقرأ هذه التصريحات الإسرائيلية لبنانيا على أنها محاولة للضغط على المفاوض اللبناني لتقديم تنازلات اللحبة الأخيرة قبل إبرام الاتفاق وللمزيد من القدس تنضم إلينا مراسل التلفزيون العربي كريستين ريناوي ومن بيروت مراسلنا علي رباح تحياتي لكم كريستين سأبدأ معك للخوض أكثر في تفاصيل التصريحات والمواقف الإسرائيلية سواء من بني جانتس أو من حولاتا التفاصيل ديما أن هناك مؤتمر يعقد دولي لمكافحة الإرهاب يعقد في جامعة ريخمن في هيرتسلية قربة الأبيب وهذا المؤتمر بات مناسبة للمسؤولين الإسرائيليين من أجل إطلاق التصريحات ويعتبر موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل من المواضيع التي تؤرق إسرائيل في هذه الفترة وتحديدا عشية الانتخابات البرلمانية الخامسة خلال أربعة أعوام وأيضا هذا من الملفات التي تؤرقها إلى جانب الوضع الداخلي وتصاعد عمليات المقاومة في شمال الضفة الغربية تحديدا في جينين ونابلس وقضية أيضا الاتفاق النووي مع إيران معظم التصريحات الإسرائيلية ديما تتمحور حول هذه الملفات الثلاث ولذلك وردت هذه التصريحات من أجل تعبير المسؤولين الإسرائيليين عن جدية إسرائيل في الوصول إلى اتفاق في النهاية ولكن لو تعطل هذا الاتفاق أو أفشلت هذه المفاوضات أن تقول إسرائيل أن المسؤول عن هذا الإفشال هو حزب الله وليس إسرائيل ويريد أن يحذر اللبنانيين والحكومة اللبنانية الرسمية من أن لا تسمح لحزب الله بأن يفشل هذا الاتفاق طبعا هناك استفادة مالية اقتصادية من ثروات هذه المنطقة المتنازعة عليها تضخ ملايين ومليارات ديما وبالتالي تريد إسرائيل أن تظهر قوية عشية انتخاباتها تريد أيضا أن تظهر القوة في هذا الملف الرئيسي الذي يؤرقها تحديدا في هذه الفترة ننتقل إلى إليك علي كما ذكرت كريستين بأن التهديد الإسرائيلي أنه في حال أفشل حزب الله هذه المفاوضات فلبنان كله سيدفع الثمن هل من أصدأ وردود فعل على هذا الكلام الإسرائيلي وهل هناك ربط بالتوقيت هذه التصريحات كونه شهر سبتمبر أيلول ديما بداية على ما يبدو بأن لبنان يتجهل التهديدات الإسرائيلية قل لو حتى هذه اللحظة لا يوجد ردود فعل من أي من الأقطاب السياسيين لا من الحكومة ولا من رئيس الجمهورية بطبيعة الحال الجميع ينتظر خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله بعد غد السبت في العاشرة صباحا بمناسبة أربعينية السيد الحسين وبالتالي لا ردود فعل حتى هذه اللحظة ولكن مع تجرى الإشارة هنا ديما إلى ضرورة الفصل بين موقف الدولة اللبنانية بشكل عام وموقف حزب الله الدولة اللبنانية تحاول أن تظهر منذ البداية إيجابية في هذا الملف آخر هذه التصريحات جاءت على لسان رئيس الجمهورية ميشيل عون يوم أمس الذي أكد بأن المفاوضات تتواصل بشكل إيجابي بين الطرفين ولكنه تحدث عن أنه ينتظر أو لبنان يترقب التقرير الخطي الذي من المفترض أن يرسله أمس هوكستن إلى بيروت وهو تقرير تقني للبحث أكثر في المسائل التقنية بحسب معطيات للتلفزيون العربي هناك اتفاق انتهى بخصوص الخط الثالث والعشرين ولكن هناك بعض التفاصيل لها علاقة بالمساحة القريبة من الحدود البرية أما حزب الله فهو بطبيعة الحال على موقفه أقل وحتى هذه اللحظة وعلى معادلاته بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تستخرج الغاز والنفط من منصة كاريشة في حال منع لبنان من استخراج النفط والغاز من أرضه وأيضا معادلة بأنه يعني التصعيد الكلامي إن صح التعبير بأنه في حال لا يوجد ترسيم حدود أقل وحتى هذه اللحظة لا يمكن لإسرائيل بأن تستخرج هذه الثروات وبالتالي الجميع يترقب موقفين موقف هوكستن والذي من المنتظر أن يكون على شكل خطي رسالة خطية تصل إلى الدولة اللبنانية هذا الأسبوع وموقف طبعا أمين عام حزب الله بعد غد وهو مرتقب بأن يكون تصعيدي ولكن في المقابل ديما هناك من يقول في لبنان بأن هذا التصعيد والتصعيد المضاد ربما يوم السبت يعني يحمل في طياته تحسين شروط التفاوض إن صح التعبير بين الطرفين نعم ديما علي رباح مراسل تلفزيون العربي من بيروت شكرا لك وطبعا شكرا لكريستين ريناوي مراسلة